أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أهمية وقف التصعيد الجارم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر مما خاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس أسيسي من رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل واستعرض الرئيس أسيسي التحركات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف تجنيب المنطقة المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار وصولا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل دولتين من جانبه أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤية مع الرئيس أسيسي بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد والتي تنظر بعواقب خطيرة شكرا شكرا